السلام عليكم 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 رئيس الوزراء ستكون تشمل أوروبا وتشمل الولايات المتحدة الأمريكية لم تتحدد مواعيدها بعد ولا برامجها لكنها بالتأكيد تخص مصالح العراق بالنسبة للشق الأول من السؤال بالتأكيد هناك عمل وتفاوض نحن لدينا مفاوضات دائمة مع الأمريكيين لرعاية مصالحنا في كل المسائل المتعلقة بينها أحياناً نعلنها هنا فيما تعلق أخيراً بالموقف العراق من بقاء القوات القتالية الأمريكية ووضحنا ذلك على سبيل المثال وقلنا أن هناك عمل فني لفريق عراقي أمريكي يحاول أن ينهي هذا الملف ملف القوات القتالية وأيضاً في الموضوع الذي طرح الآن هناك كلام أيضاً ضمن الفريقين التفاوضيين السلام عليكم سؤال جعب غفوري صحفية في جريد الدستور سيادة الوزير سؤال يتعلق بمجلس الخدمة الاتحادي أكد السيد محمود التمريض رئيس المجلس على تعيين ثلاثة فئات الفئة الأولى هم المهن الطبية والصحية الأطباء طباء أسنان الصيادلة كليات التمريض أعداد التمريض معاهد الطبية والصحية والفئة الثانية الأول على الأقسام يتم تعيينهم والثاني والثالث يتم تعيينهم في باقي الوزارات الفئة الثالثة هم حاملون شهادات الدكتورة والماجسية يتم تعيينهم في بعض الوزارات سؤالي هو ما نصي مخرجات جامعة بغداد وجامعة منصنصرية وجامعة التكولوجية وجامعة والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية الصباحية والمسائية في بغداد والمحافظات من التعينات هل هناك سند خانوني لتعيينهم دكتور أو تجعلهم أسوة لأقرانهم وحسب جولاتي الميدانية والصحفية هناك مطلب شعبي جماهيري بتغيير نظام الحكم البرناماني إلى رئاسي هل يتم ذلك وهل سيتم تغيير الانتخابات ولكم برأي وشكرا واضح السؤال مجلس الخدمة الاتحادية يعمل بدأب هذه الأيام حقيقة منذ أن أقرت الميزانية واتضح مهمته في مسائل التعيينات وغيرها الفئات التي ذكرتها متفق عليها ويبقى الآن هناك مزيد من الكتب الرسمية التي نتلقاها في الوزارات كافة من مجلس الخدمة الاتحادية لكل وزارة تفكر في احتياجاتها من التعيينات ما زال هذا العمل قيد الإنجاز لأننا تو بدأنا فيه وفي مجلس الخدمة الاتحادية سيكون هناك تنسيق وعمل مع الوزارات لتلبية هذه الاحتياجات كافة مما لم يذكروا في قانون الموازنة أنا بكورتستان تيفي معالي الوزير الحكومة العراقية حددت حصة الإقليم بـ 200 مليار دينار عراقي سؤالي متى سترسلون هذه الحصة والسل تحتسبونها كأثر رجع لشهور المصرمة كان هذا قرار مجلس وزراء أعلن وهو يمثل سلفة لتزديد الرواتب في كورتستان تسوى لاحقا من حصة الإقليم هذا اتفق عليه ومعلن في مجلس الوزراء كقرار متى مسألة فنية وبالتأكيد هي قريبة لأنها قررت أولا وما يبقى فقط العامل الفني والإجراء الفني لتوفير هذه الأموال وإرسالها إلى كورتستان من المهم أنه نوه بأن مجلس الوزراء حينما اتخذ هذا القرار اتخذ أيضا بحساباته الجانب الإنساني هناك كثير من الموظفين العراقيين في كورتستان ممن لم يتحصلوا على رواتبهم بعد ولشهور عديدة وبذلك نحن مسؤولون عن توفير هذه الأموال لهم السلام عليكم وعلي وزير سعد البدراني رئيس تحريف صحيفة الإعلام في اللقاء الأخير مع وفد نقابة المعلمين بدولة رئيس الوزراء تم طرح تخخيص قطع أراضي للمعلمين وكذلك القروف وهذا مطلب قدمه نقيب المعلمين لرئيس الوزراء ما هو الإجراء حول ذلك؟ دعني أجب بشكل عام ليس فقط مع فئة المعلمين هناك خطة جاري العمل عليها الآن حقا وفعلا في توزيع الأراضي لجميع الموظفين العراقيين حالما ننجز المنصة الإلكترونية التي ستحدد الأسئلة والأجوبة لكل موظف والنقاط التي سينالها بعدالة سيكون هناك توزيع الأراضي لكل لجميع الموظفين شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم